لو انفقت الرياض وطهران او اتفقت الرياض عفونا وطهران لاختفت الطائفية والصراع السني الشيعي سياسي وليس ديني هل هذه الفكرة قديمة ولا ما زالت من التغريدات القديمة قديمة وحديثة ومستقبلية ولا تزال لان توظيف الدين الاسلامي سواء كان في الجانب السني او الجانب الشيعي في بلاد العالم اليوم توظيف بريقماتي الا من رحم ربي وقليل ماهم ولذلك ايران تجيد توظيف النزعة الطائفية من الجانب الشيعي وهي دولة صفوية في النهاية لا علاقة لها بشيء اسم ودين وايضا دول اخرى ومنها المملكة العربية السعودية ايضا توظف الجانب السني توظيفا سياسيا اكثر من ان تكون الدولة السعودية مثلا يعني نازلة او يعني باقية على ان تنخرع لجميع نصوص الكتاب والسنة وهناك شواهد الربا مثلا توزيع العادل للثروة اعطاء الاراضي والمنح الى اخره هذه كل غير خاضعة للكتاب والسنة وهم يعلمون ذلك جيدا ايضا سياسة المملكة الخارجية لا تخضع الى الاستشارات الداخلية الدينية والى الحرمين الشريفين بقدر ما هي تكون تماشية مع السياسة الدولية العالمية المبنية على البريغماتية التي لا تخفى على ذي لب وهذا الكلام قلته واقوله الان واقوله مستقبلا ان الدول من الناحية السياسية تعتمد على جميع المعطيات السياسية لكي تحقق مصالحها لكن لا نزعم بان هناك دول تعمل لكي تجيز او يعني كاجتاز شعبها الصراط بامن وامان يوم القيامة نعم دكتور مجموعة من التقديم